تحدياتنا كثيرة تنتظر الرئيس الإيراني الجديد وتتوزع بين داخلية وخارجية دعونا نستعرض أبرزها لعل الوضع الاقتصادي هو الأكثر إلحاحا حيث تشهد إيران منذ ثلاثة عوام تدهورا في العوضاع الاقتصادية على مستويات عدة بعد عودة العقوبات الأمريكية ضدها ويتراوح التضخم الاقتصادي في البلاد بين 54% وتخطط نسبة البطالة 11% لكن التقديرات تشير إلى أن الأرقام الحقيقية أكبر يزداد الوضع تعقيدا مع انتشار فيروس كورونا وعدم وجود لقاحات كافية إذ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تلقي أقل من 1% فقط من السكان جرعتين من اللقاحات ولما تتجاوز نسبة من تلقى الجرعة الأولى 5% كما يواجه الرئيس المقبل تحدي استعادة الثقة داخليا من خلال اتخاذ إجراءات تشمل رفع الحظر عن شبكات التواصل الاجتماعي والحد من التضييق على الحريات على الصعيد الخارجي فإن تمضي إيران في مفعوضات النشاق الآن غير مباشرة مع لوليات المتحدة لعادة إحياء الاتفاق النووي لعله يؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية عنها ينتظر الرئيس الثامن لإيران ترك كبير من التحديات لكن الرهان على قدرته على تحقيق تغييرات جذرية ليس كبيرا نظرا لطبيعة النظام السياسي في إيران